الدار بودكاست الرد الذي قدمه عمر هلال السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة في مواجهة دعاءة المندوب الزائري يمثل درسا حقيقيا في الترافع والتواصل الديبلوماسي الراقي والفعال هذه المدخلة التي قدمها السفير المغربي خلال اختتام اشغال الدولة العادية التاسعة والاربعين للجمعية العامة للأمم المتحدة من نيويورك مراقعة ثاريخية وقانونية وديبلوماسية شاملة يجب ان تدرس في المعاهد المختصة في تكوين السفراء والمسؤولين في قطاعة الشؤون الخارجية لانها كانت ببساطة ردا شاملا ومقنعا افحم ثماما السفير الجزائري الذي تجرأ مرة اخرى على تطوير الحقائق ومعاكسة الوحلة الثرابية للمغرب قبل ان يتلقى الرد الصعق من عمر هلال لقد اطلق عمر هلال ثلاثة رصصات قاثلة لخطاب السفير الجزائري المحرد والعذائي لدى بلادنا كان لابد ان تنطلق مرافعة عمر هلال من التذكير بالمعطيات الثاريخية التي لا قبار عليها انها حقيقة السمرار الجزائر في الارتباط بمرحلة الحرب الباردة واوهامها التي انتهت منذ زمن لذلك كان لابد ان يذكر عمر هلال بان الصحراء التي تطالب الجزائر اليوم بتحريرها قد استقلت فعلا منذ نصف قرن عندما وقع المغرب وموريطانيا واسبانيا اتفاق مدريد الشهير بل ان هذا الاستعمار قد انتهى وفقا لما جاء في كلمة عمر هلال امام اعين ممثل الجزائر عندما اقرت الامم المتحدة نتائج هذا الاتفاق الشهير في قرار الجمعية العامة رقم ثلاثمائة وخمسة واربعون بي يبضو عمر هلال في هذا المدخل الاول من رده وكأنه يتعامل مع الوزير الجزائري باعتباره شخصا فاقدا للذاكرة علما انه يمثل فعلا نظاما يتظاهر باستمرار بانه فاقد للذاكرة ولا يريد ان يسمع الحقائق الصارخة التي اقرها المنتظم الدولي وفرضتها التطورات الثاريخية خلال العقود الخمسة الاخيرة لذلك كان هذا الدرس الثاريخي ضروريا في هذا الصياق لإفحاب المندوب الجزائري الذي اعتاد ترديد وصوانة مشروخة ومسجلة منذ عصر الحرب الباردة ولعل الرصاصة الثانية التي اطلقها عمر هلال على مخاطبه لم تكن بعيدا عن هذا الهدف التواصلي الدقيق لا يتعلق الامر اذا بقراءة للتاريخ فحسب بل لقد كان من الضروري ان تشمل مداخلة عمر هلال التطورات الحالية وموقف الزائر منها لذلك سرعان ما عاد السفير المغربي الى الرد على ادعاءات الزائر بشأن دعم المسلسل الاممي في ملف الصحراء وفي هذا الصياق قال عمر هلال كل هذا امر غير صحيح بثاثا والعالم باسره يعلم ان المبعوث الاممي ستيفان ديمستورا تم تعينه قبل ثلاث سنوات فلماذا لم تنعق طاولة المفاوضات طوال هذا الوقف ينطوي هذا التساؤل للسنكاري على اتهام مباشر للجزائر وتحميلها مسؤولية عرقلة المصاري التفاوضي وهو امر يظهر للمنتظم الدولي اننا امام عصابة تدعي دفاعها عن تقرير المصير ومناصرة الشعوب المقهورة بينما ترفض تماما تسهيل عملية التفاوض او المشاركة فيها اذا كانت الجزائر محايدة حقا وتتدخل بنوايا حسنة فمن المفروض ان تستجيب الى دعوات المشاركة في المفاوضات وهو الامر الذي ترفضه وتعرقله بالسمرار لذلك ختم عمر هلال هذه الحقيقة بقوله هذا البلد يرفض الحل السياسي ويدعي دعم الجهود الاممية وفي الوقت نفسه يضع العرقلة بعدم حضوره الى طاولة المفاوضات انتقال عمر هلال من الحقائق الثاريخية الى الواقع الحالي ليحرج المندوب الجزائري واذهار ضعف حجشه والسوء نواياه وكان لابد ان يعمق هذا الاحراج والمساءلة امام انظار المندوبين والصفراء المشاركين في هذا اللقاء وبالاضافة الى الحجج الثاريخية والواقعية اسعان عمر هلال بحجج ثنموية لفضح ثناقضات النظام الجزائري وفي هذا الصياق كان رد السفير المغربي على تهمة تشويه الحقائق ردا صادما بالنسبة الى المسؤول الجزائري فعلى الرغم من الثغافل عن هذه الحقيقة فان مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب اصبح يحظى بدعم 199 دولة عضو في الامم المتحدة كما ان اللائحة تتوسع وفقا لعمر هلال كما ترفض الجزائر قبول حقيقة اخرى وهي افتتاح 29 قنصرية بمدينة العيون والداخلة بالاقاليم الجنوبية المغربية في انتظار افتتاح القنصرية رقم 30 قريبا وقد كان عمر هلال حريصا على ارسال اشارة مؤلمة لوزير الخارجية الجزائري عندما ذكره بان معظم هذه البلدان اوروبية مع تأكيد على موقفين دولتين تثيران جعاز النظام الكابرنات وهم فرنسا واسبانيا وليس هناك حجج اكثر اقناعا من تذكير المسؤول الجزائري بان الاقاليم الجنوبية تشهد ثورة سنموية واسعة النطاق وعرفت تدشين مشاريع رائدة على الصعيد الاقليمي والقاري لذلك فان تقديم عمر هلال بعض الامثلة مثل بناء اكبر جسر وميناء في افريقيا وتدشين المستشفيات الجامعية والمعاهد العليا المتخصصة وغيرها من المنشآت اشارة دكية جدا الى الفرق بين الانظمة السياسية التي تسعى الى البناء والتعمير وتلك التي تسعى فقط الى زعزعة الاستقرار واثارة القلاقل على غرار المحاولة الفاشلة التي شهدتها منطقة القرقلات قبل بضع سنوات قبل تدخل الحاسم للقوات المسلحة الملكية وهذه المنطقة هي التي تشهد اليوم وثقا لمداخلة عمر هلال عبور اكثر من 4000 شاحنة كل يوم لربط المغرب بعمقه الافريقي لقد كانت هذه المداخلة الثاريخية درسا حقيقيا لنظام الكابرنات ومواجهة صريحة ومباشرة مع تناقضات هذا النظام دون اي مداهنة او محابات او تواقي الاعتبارات الديبلوماسية لذلك كان من الضروري ان يختم عمر هلال كلامه باثارة الانتباه الى الضور الذي اضحى تلعبه الجزائر في تفريخ موجة الارهاب وايواء الارهابيين وتوفير الظروف الملائمة لزعزعة الاستقرار في المنطقة ومن هنا فان دعوته الى توقف الجزائر عن التدخل في شؤون الداخلية للبلدان المجاورة كانت اشارة موفقة للغاية في مواجهة مندوب نظام عدواني ومستفذ الدار بودكاست